كتاب المقدس بدل مثل ما الكتاب يقول الله ساهر على كلمته ليجريها اللي عاوز أقول من هذا الكلام بتلاقي تأييدات مثل أيوب بتلاقي بيشهد إما بشكل غير مباشر عن فكرة الطفان الشعياء النبي قبل مجيء المسيح ب700 سنة وأيوب كان قبل الشعياء بعدين بتلاقي كتاب العهل الكاتب إلى العبرانيه بيتكلم عن الموضوع بتلاقي الرسول بوترس بيتكلم عن الموضوع ويعطيك الشرح ليه؟ وبتلاقي الراب يسوع بيشهد عن نوح وعن الطفان لكن بس لأنك في البداية تكلمت عن حقب تاريخية أن المسيح شبه مجيء ابن الإنسان أو مجيء ثانية رح تكون أيام نوح فإذا هون في رسالة في تحذير لكل واحد منها وده يؤكد أن حقيقة أحداث الطفان لأن الراب يسوع بيشير إلى حدث حقيقي الناس مؤمنة به وعرفاه فبيقولهم كما كان في أيام نوح كذا يكون في مجيء ابن الإنسان في مدى 24 فده بيورينا حاجة مهمة جدا أنه الحدث التاريخي اللي حصل ده حقيقي مش أسطورة وأنه زي ما الله عاقب البشر وأعد وسيلة للخلاص الرب هيعاقب البشر في النهاية برضو في نهاية العالم وأعد وسيلة الخلاص للرب يسوع والآن وقت مقبول واليوم يوم خلاص فإذا عشان كده رسول بوليس بيحذرنا لا تستهين بلطف الله وإمهاله علما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة فإذا أنا ما تبتش دي مش غلطة ربنا لغلطتي أنا ولكن لازم تبقى فيه عقوبة وإلا ما يبقاش فيه قانون وما يبقاش فيه كون وما يبقاش فيه الله اشتركوا في القناة